اشتركوا في القناة تسمع لنا ومنفكر اوقات حكينا بفيد او بضر اوقات ما بيعمل شي بس شو بيصير بالمطارح للاشخاص اللي عن جد بتسمع لكل كلمة نحنا منقولها وبتاخد كلماتنا بحزافيرة نحنا بكلمة واحدة اوقات فينا نعلي نفسية شخص بس بكلمة تانية اوقات فينا ندمر نفسية شخص تاني شانطال من الاشخاص اللي بتتأثر بكلمات محيطة ومن خلال هيدا الشي اللي عم بيصير معا شانطال عم بتعيني كتير مشاكل بحياتها احسن مسبق خلالي نشوف شانطال شو بتقلنا مرحبا انا اسمي شانطال انا عم عاني من مشكلة بوزني بس انتبهت مؤخرا انو المشكلة منا بتضيت بصراحة مشكلة انو كل ما بلش ضيت بعد اول جمعة الاشخاص اللي بعرفون ان كانوا معي بالشغل بالبيت او رفقة عامة ببلش ويقولولي شو بديك بها الشغلة ولي عم تعملي بحالك هيك والاهم كم مرة صرت مجربة وما عم تقدر تضعفي جسمك عطول هيك وما رح يتغير هيدا الشي عم بيعمل لي احباط وبترك الضيت وبرجع بعيش مقاسة الوزن الزايد بدي اضعف شو لازم اعمل تحياتي واليوم تنساعد شانطال معي معالجة نفسية معي ساندرا خوام ساندرا اهلا وسهلا فيك معنا اليوم اهلا وسهلا فيك مرسي سمعت شانطال شانطال بده تضعف بس الهيئة كلمة حدا بيقاله كلمة يا شانطال ما فيك شانطال بتنكسر وبترجع لشانطال القديمة نقطع قبل ما واقطع على شانطال عرفت انه انت عنديك تخصص معين بعلم النفس اذا بس تشرحي لنا ايه تكونت نعرف ليه كيف فينا نساعد شانطال صح اول شي انا معالجة نفسية مختصة بالامراض النفسية الجسدية اللي نسميها بسيكوسوماتيك يعني العلاقة بين الجسم الجسد والشخصية تركيبة الشخصية او النفسية وكيف الواحدة بتأثر على التانية يعني كيف اذا انت كنت نفسيا مرتاح كيف هالشي بيأثر على جسمك ايجابيا والعكس صحيح يعني اذا انت كمان او شخص تعبين مريض كمان هالشي بيأثر على نفسيتك اكيد نعرف انه كل واحد لما بيمرض بيضايق نفسيا اذا عقريب صغير واحد اخر بعد ثلاثيين بدي اخلقه بيصير معه اهباط فهيدا الريلاسيون بين العقل اذا بدنا نقول بين الراس القلب لانه كمان هم عقودين والجسد طيب اليوم شانتال عم نسمع انه عندها مشكلة بوزنة مشكلة جسدية بس هقتو الحديث طبعا بتقول انه كل ما تسمع يعني كل ما العقل عم يتأثر الجسد عم يتأثر خلينا نرجع ملخص شوية على شانتال وحالة شانتال قبل ما نفوت ليش بيصيرو هول المشاكل خبريني شوية عن شانتال وشان بيصير معه هلا شانتال مثل اي انسان عايش بمجتمع ما فينا نشيل الشخص ونحطه برات المجتمع هو بالنهاية نتيجة بيقته تربيته عايش ضمن محيط بيقله انه هيك لازم تكون في مجلات في موضة بتقول تتحكم تتحكم فينا بتقول انه احنا لازم نكون بهالوزن بهالشكل في معايير هلأ صارت معينة للجميل اصلا هادي كل عمرة كانت موجودة بالتاريخ من وقت ما خلق الانسان لهلأ في معايير واحد بيمشي او بيكون ماشي عليها او ما بيمشي عليها هلأ شانتال عم تتأثر بمحيطة طبيعية انه بدا تتأثر بمحيطة اكيد اذا واحد قاله انت اليوم او تطلع فيها قاله انه وحست انه بشعة او ناصحة لا اكيد ما راح ترتاح ما راح تنبسط بينما اذا كانت تحاسي حالة حلوة وجسمة انه ضعفانة كم كيلو وهي حاسي حالة مرتاحة بجسمة تطلع بين العالم رأسها مرفوع عندها سقب حالة ونهارها بيكون حلو فهذا الشي طبيعي هلأ وين اللي بيصير انه اوفر هو لما متل ما عم بنقول انه اقل كلمة تخدها وبتجيبها ومش بس بالجسم يعني خيال كلمة بتخدها وبتجيبها هون ساعتها بتتأثر نظرات العالم بتأثر فينا اكيد بس لحد معين بيكون شي مقبول وبيكون شي كونستركتف لازم نتأثر ببعض ولازم ما متأثرنا ببعض ما في مجتمع ما في قيام ما في قوينين ما في شي فينا نمشي عليه نتأثر ببعض بدي ارجع على فكرة معينة شانطال عم تتأثر بتعليق الناس على جسمه هلأ هي عم تحكي نحنا بنسميها هيدا سمتوم يعني انا كتير اوقات بيجي شخص لعندي بتجي شخص متل شانطال لعندي وبتقلي انا مشكلتي بالوزن بعد جلسة وجلستين او حتى اخر الجلسة بيتبين انه بيبين معنا انه مش هيدا هي المشكلة المشكلة غير محال بس هي اجت قدمتلي سمتوم عم تقلي انا عم بتضيق بجسمي يعني متل كأنه عم بتصرخ عم بتقلي انا موجوعه الوجع بيكون غير محال الوجع بيكون انه مش متفقه مع عيلتها عندها مشكلة بشغله عم تمرق بأزمة نفسية بمنا مبسوطة بالبلد يعني عوامل خارجية عوامل خارجية تطغي عليها بس هي ما بتكون منتبهت له ما بتكون منتبهت له وهي ما قادرة تحكي فيهم لانه هولي اشياء بياخدوا مننا طاقة هي ما قادرة تحلهم بس اللي هي بتتحكم فيه وبتحس انه هي قادرة تحله وتسيطر عليه هو جسمه فبتجيني بمشكلة تانية يلي هي مفكرة انه هي بتقدر تسيطر على هالمشكلة اللي هي هو اسمه جسمه ونحنا منفكر انه هيدا جسم نحنا ملكنا ونحنا فينا نسيطر عليه ايه ما في هاشي منسكرتمنا وخلص ما بناكل وبيمشي الحال بينما هوليك المشاكل علاقتها مع اهله علاقتها مع جوزه مع ولاده مع محيطه هيدا ما قادرة عليه فتنسيه بتحطه عجنب وبتجيني بشي مرتب انه معلب هيدا هو جسمه انت شوف شو بديك تعمله فيه فاغر الجلسة اوقات ما بنحكي حتى عن الجسم بننسى الجسم بنحطه عجنب مش لانه انا بدي حطه عجنب ابدا ما بيستخف بالموضوع بس هي بتبطل تحكي عن جسمه تحكي عن اشيه تانية ومع الوقت بعد كم جلسة بعد كم شهر هي بتتحصن علاقته بجسمه لانه بيكونوا مشاكله هوليك يمكن ليقوا حال او هي قويت عليون وساعتها مشكلة الجسم بتبطل هي المشكلة الاساسية او هي بتصير تقدر تعمل رجيم اللي هي ما كانت قادرة تعمله قبل فجأة تجيب تقلي او انا بشوفها بيقولها هاي سيك ضعفاني وتكون فعلا ضعفاني تقول ايه ضعفاني بس ما بعرف ليش ما بعرف كيف او لانه نفسي تتحسنت بتبلش تعمل سبور تتسجل بينادي بتبطل فشخل قبل الاكل وفوكولات يعني نحكي عن نقطتين فيه نقطة يلي هي الكبول الاجتماعي وفيه الكبول النفسي يلي هي مثلا انه انا بتقبل نفسي عندي اكسبتنسة نفسي وعندي المجتمع اذا عنده اكسبتنسة لي اليوم منشوفها كتير بمطاريح يعني بيكاشون طال مسلا بدي احكي تحديدا مثل انه عطول بده هيدا تصديق من المجتمع اذا هي بعدها قسم منهم هي بارت منهم ولا لا يعني تتأثر عالم تقول له لا 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 قبلينة تصدق العالم انه معنجاد مش لا لا يمكن الرجيم وترجع تشوف كيف فيها تضل قصر من المجتمع اللي هي نقطة كتير مهمة حكيتيها اليوم انه نحنا عالم من هالمجتمع ما فينا نعيش بلاه فاليوم كيف بدينا نفسر له لشان طال انه في نقطتين مهمين كيف بدينا نتقبل نفسها بالاساس وكيف في فكرة تقبل المجتمع وانت قلت كمان شي كتير حلو انه لمرحلة معينة فينا نتقبل قراء العالم بس اكتر بصير مشكلة فكيف منعرف ادي هي المرحلة انه تخطينا الخط الأحمر مثل انصر انه كتير عم نتأثر وكتير عم نشرب من الأشخاص اوكي رح جايب بعض سؤالك اول شي بالنسبة لشخص مثل شانطال عم بيتأثر بحك العالم رانا بنقول انه الحك العالم رأي العالم مهم تنبني المجتمع وقلا بنكون اللي بنسميه عنيد العنيد اللي بيمشي عراسه بيقدر كمانا يفوت بالحيط فرأي العالم مهم بس لما بيربطك لما ما بيخليك تتقدم بالحياة بيصير مشكلة شانطال كفية تتحسن لما هي بتتحسن بغير مجالات يعني لما هي بعمل المهانة بتتحسن لما هي قادرة بتحس حالة انه قادرة تسيطر تأنجز بغير مجالات مش بس بجسمة هيدا اللي بيعطيها سقة بحالة وبس تقوى سقتها بحالة بتصير تقدر تسيطر عجسمة وبتقوى سقتها بجسمة بس ما بيبلش بس بالجسم يعني ما فينا نحنا نفصل الجسم نقول نحنا بس بدنا نهتم بالجسم لأ نحنا بيكون قشة بيكون في مثل الجسم مثل الايسبيرج المشكلة تحت بس مش مبينة علينا نحنا إذا مثلا إذا شانطال منا مبسوطة بشغلة أو عم بتعمل عم تدرس شي هي ومنه لقلة لأ أنا يمكن بساعدها تحقق نفسها بدمان تاني يمكن تغير تكون بالفن تصير بغير شي نهائيا باللي بتنقين يعني عم نحكي إنه في تراكمات مشاكل بتوصل لمطرح إنه مثل ما قلت مناخد آخرتها نحنا نحن نحن ناخد آخرتها يعني يعني معقول شانطال مش منتبه في تراكمات مشاكل كبيرة بس آخرتها كانت أنا عم جارب أعمل ضايت وما عم تثبط عم بسم العالم بس هيدا اللي عم نحكي عنه تراكمات المشاكل مع بينظروا له بطريقة إنه لأ معقول هولي كلهم سبب حطوني بمطرح معين إنه أنا هاي بس مشكلة الدايت والعالم الدايت وبتضلها عشرين سنة هي عم بتحارب حالة يعني فيه أصعب من الإنسان عايش مع جسم إنه مرتاح فيه قيد عم بيحارب حاله بكل الوقت وأنا ضد الفكرة الدايت اللي الأنبورتيه يعني الواحد أنا بعرف كتير رفقاتي بيشتركوا بيعملوا مامبرشيب عند هاي ديوتاتيسيان بتجنن قال ضعفت عندها خمسة كيلو كيف ضعفت بتجيب لي الأكل؟ لا، كيف بدأ تجيب لك الأكل؟ ما هو لما أنت هي عم بتجيب لك العلبة الأكل الوجبة لتيتليها عم بتحطيك بخانة البنت الصغيرة يلي أنت منيك قادرة تهتم بحالك كيف هو؟ وبدأ إرجاء إرجاء لك بنفس الوقت أنت لديك سقب حالك هو الشغطين بنقضوا بعضهم لما أنا عم بتجيني وجبة الأكل على الظهر الصبح والظهر وعشية مع كمية محدودة عم بيقولي أنت بديك تاكل هالقدة يعني أنا شو؟ أنا رجعت بنت صغيرة عمري خمسة سنين أمي عم تجيب تعميني طيب أنا بيخلص الديت هون شهر، أنا قديش رح أتكلف؟ أنه غاليين كمانا مظبوط بالمئات الدولارات صحيح طيب أنه غاليين بالمئات الدولارات والوشبة كثير صغيرة يعني السعر كبير والوشبة صغيرة أصاصين 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 أنه يضعفوا بسرعة أنه يضعفوا بسرعة بس بعد شهر الماما اللي اسمها الديتاتيسيان فلت فلت أوكي؟ جانا بيننا وبين البراد والبراد والبراد هو الأكل لأنه الأكل بيرزو 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 للأم هي الأم اللي بالطعمة فلما واحد بيحس حالو شوية متضايق بيفتح البراد والبراد مقدة بيفتح الفريزر تكون معبل فيه زربوزة والبراد طيبة ومالح وسكر وكل شي هايدي نقص نقص هلا نحنا منسميه نقص عاطفة بس بالمعنى بالمعنى الكبير مش هو بالمعنى الزغير مش أنه أنا يعني اللي بنحكي عنا اموشنال ايتنج بسمع شي مساموك اموشنال ايتنج اموشنال ايتنج هيدا هو متضايقة معصبة زهقانة ما عندي شي أعمله عم بتفرش على التلفزيون عم شوف الأخبار توترت فيني روح اسحب مصاري بالبنك ما فيني اسحب مصاري بالبنك بروح عالبراد عالقليل البراد هوني موجود فيني افتحوا فيه شوكولات فيه فيه قطو فيه اشي طيبة ايه بعودوا عن نقص ماء واكيد بقنا حالة انه بكرة تانين برجع ببلش دايت او على كل حال انا مشتركة بدايت هلا اول شهر الجاي ففيني افلت على الاكل بياخد 2-3 كيلو واللي هنه بعد جمعة رح بلش اضعف 2-3 كيلو على مدة شهر بحط اللي 700 دولار مرتاحة أصصت حالة مزبوط خلص الدايت ضعفت انبسطت انه انا العالم شفتني ضعفاني يعني I can do it فيني اضعف ضمنت بالي انه فيني اضعف رجعت بعدينا رحت الماما اللي اسمها ديتاتيسيان رجعت لانا لحالي ما بعرف كيف بدي اهتم بجسمي لانه انا ما تعلمت اهتم بجسمي ما اني ما تعلمت كيف اهتم بحالي بنفسيتي وزفسيتي يعني انا كتوتاليتي انا راس قلب وجسد انا اذا هول ثلاثة ما اهتمت فيها ما غزيتون ما فيني غزة طرف وانس الطرف يعني اليوم تنرجع نحكي هلأ تنرجع نقصير شوية باللي حكيني له هلا يعني هام نحكي انه الشخص فيه يكون عنده مشاكل نفسية غير اللي هو شايفها فيه معقول يكون فعلا ضعف بالشخصية اللي تسيقه بالنفس اللي هني كلهم هولي على مراحل معينة ما عم ننتبهلهم تعودنا نعيش معهم بس عم ناخر شي فيه مشكلة ما عم نقدر نحلها يا منستعمل الحل السريع متل بوضع شانطال اذا استعملت الدياتيشنز تبع الاكل الخصوصي واللي حدا هو بيجيبلك كل شي وبيحددلك على الورقة والقلم وبالمعلقة سبون فيدنج هنا ويهل اسمه سبون فيدنج مخيفة هالموضة كتير كوميرسيال وما بتاعت نتيجة اذا الواحد ما هو قرر يضعف ما فيش بيضعفه هلأ هني رح يقولولك نحنا قررنا طفتنا بهيدا السايكل نحنا قررنا يعني هو فيه قرار بس طريقة كيف عم تتنفذ القرار مش بيقيدهم فيه حدا عم بيقليك هيدا كل شي لازم بتعمليه هالقدي بتاكله هالقدي بتشربه بالنهار بس انو انت اخدي القرار تدفعي 700 وتاخدي هالوجبة اخدت القرار تتقاصص ما بعض اذا اخدت القرار تضعف اكيد اخدت القرار تتقاصص هيدا انا بوافقها بدي ارجع لموضوع مهم كمان بالنسبة ليش هالقدي نحنا عم نتأثر بهالموضة موت الضعف انو البنت لازم تكون ضعيفة بدرجع لفكرة كتير مهمة اللي اثروا على المرأة على صورة المرأة على صورة كل بنت او مرأة بجسمها هي الموضة والموضة اذا بدرجع الموضة هي المين بيعمل الموضة هنه مصممي الازياء مصممي الازياء من بدي اقول من بعد نص نص القرن السابق قرروا انو الموضة لازم تكون للبنت او المرأة ضعيفة للبنت ضعيفة صاروا المانكان كانوا قبل يعني بالاول قرن العشرين كانت البنت او المانكان كان عندها انه entschieden كانت ملانة كانوا يعتبروا ان المرأة الحلوة هي المرأة الملانة اصلا المرأة الضعيفة كانت المرأة يعتبروها انه البنت فقيرة يعني انا لما وحد الشاب يروح يتقدم granاب اذا يشوفها ضعيفه يقول لأ لا لا انا ما بديها لانه هايدي ما رح تقدر ع Mobcus انه اذا ما كانت ملانة كانوا يعتبروا انه هايدي مندّة ما عند الصحة الصحة يعني اللي نكون عندها ورقك لازم تكون ملانة تغيرت معايير الجمال لما ارجوا مصممية أزياء قرروا انه لازم تكون المرأة كتير ضعيفة 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 لشكل انه تكون تقريبا متل الأدوليسانت مراهقة يعني نعشت 13-14 سنة طب البنت اللي عمرها 25 مرأة اللي صار عمرها 30-40 كيف بدأ تنسق بين هالصورتين بين اللي بتشوفه بالمجازين بالموضة وبين جسمها ما بقى في ما بقى ينسجموا هالصورتين ما بقى يتطابقوا فهون كمانها يقسط يقسط تجرب تشبه شي ما بقى موجود يعني بدأ تتقبل بتقبل انه هي ما بقى عمرها 14 سنة بس صار عمرها 30 صار عمرها 40 صار عمرها 50 وجسمها تغير من زمان ما كانوا يعتبروا انه هاي شي مشكلة كان المهم مثلا الوج عند المرأة انه على الاربعين ده الوجة يكون وجة حلو يقول وجة حلو ما يقولوا انه جسمها حلو يعني انت هون عم تجرب تقولي انه الافكار اللي عم تجي من برا زرعت زرعت بمطرح يلي هو شو هو شكل المرأة لازم يكون بالمجتمع بغض النظر عن العمر وبطريقة تانية عم تقولي انه في سؤال عم ينطرح هون الاشخاص بها تضعف هل هو الدعف هو شي صحيا بدكن ييه ولا هل هو شي مبني على صورة اخدينا حطينا عندكن بدكن تتشبهوا فيه نحن عم نحكي عنهم بيولوجيكما بيولوجيكما المرأة اللي عم ره 30 جسمها ما بيقدر يشبه بنت عم ره 15 بيتغير الجسم بيتغير او بتتجوز بتنجيب اولاد بتغير جسمها وهيدا شي طبيعي بس هيدا بال من زمان كان المجتمع يتقبلوا هلا ما بق يتقبلوا بعدين فيه فكرة انه البنات والنسوين بابا يقبلوا يكبروا يعني حتى العمر بابا مسموح يعني مش بس الجسم انه لازم نضلنا عمرنا 15-20 يعني بين 15-20 25 مكسيما خلص منوقف المرأة بتوقف على 25 نموها بيوقف على 25 بيضل جسمها 25 لا مش مظبوط انه البنت المرأة فيها تكون حلوة من الخمسة عشر للخمسة وسبعين وفي ناس بيطيروا العقل عمرهم ستين كثير حلوين وهيدا الحلو انه حلو واحد يكبر يعني عم تحكي انه بالنهاية نظرة الشخص اللي قاله قبل نظرة العالم انه زي هو يكون مقتنع انه العمر اول شي العمر موجود نكبر هيدا شي طبيعي ننصح هيدا شي كمان طبيعي وكمان نحن نكون متقبلين حالنا بطريقة انه دايتي يكون على اساس شي صحي مش بفكرة ايماج معينة محطوطة كان بماجازين حابب اتشبه فيها لشخص اصغر مني بعشرين او خمسة عشر سنين صح؟ 30 سنة عمرهم 15 سنة انه بيكون عمره 40 و50 سنة انه كيف فيها تنسق بين الصورتين انه ايه ريال انه ما انه واقعي طيب خيانا تنساعد شوية شانطال والاشخاص اللي عم يقعوا بهيه المشاكل يوم بيان معنا انه بمطارح المشاكل مش بالضرورة هي تضيط المشاكل تركوا ما يتسابقى على مشاكل معينة مننا الشخصية مننا نساقة بالنفس بهيه اللي كلهم خيانا ما بلش نشتغل شوية على الحلول شو فيه كيش يبلش يتقلينه ونبلش يعملوه تقدروا يستفيدوا منه هيقدروا على القليلة مثل ما قلت فيه خط احمر انه نتأثر بالعالم بس مش له القد على القليلة نوصل على هيدا الخط منتخطة يعني شو فيه قصص فيه يبلش يعملوه سؤال كبير بس اذا بدي لخصو نجري ملخصو بخمس دعائق لا من الاخر يبلش يحبو الحياة لانه الحياة حلوة لانه الحياة حرزانة واحد يعيشه لانه الحياة منا بس جسم منا بس موضة وتيشرت ومنه ميوه الحياة اكتر واكبر من هيك الحياة هو انه الواحد يهتم بغيره الحياة يهتم يفوت بجمعيات يشوف حوالي الانسان مين عايز شوه يجرب يسمع للي عايز للي متضيق جد متضيق مريض يلي عم بيمرق بأزمة نفسية اللي عم بيخسر حدا أو خسر حدا بحياته هايدا المهم يعني يطلع شوي عن عن ذاته وعن مشاكله انا 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 الانا الانا اللي بيقتل يطلع شوي حوالي انه في مصايب كبيرة كتير بها الدنيا ما في بس انا وانا شو بدي كيف بدي يكون ينتمي اكتر يطلع من حاله يفوت بالمجتمع ان كان عبر اعمال خيرية ثقافية دينية روحانية يطلع شوي من الانا الانا بيقتل الانا بيقتل الانا ما رفزا كيف فيني اقوله انه الانا بالنهاية بيضع الانا لا بدنا شوي نكبر نكبر نوسع شوي راسنا نطلع بيقتل بيكتشر طالما نحنا صحتنا منيحة ونحنا معنا مشاكل كبيرة ديني بقى الف خير يعني اول شي في شوي فلسفة بالحياة شوي ما بدي قوعص حدا بعرف انه ما بقول انا بدي ركز عشان ما بقول انا اللي عنده مشكلة جد يعني اوبيز انا عم بحكي اللي عنده اوورويت ما عم از عنده مشكلة اوبيز او انه مشكلة صحية ساعته وبازتي انه ساعته بدي روح يشوف حكيم برك يكون عنده مشكلة عضوية بيعمل تحليل دم وهيدا غير موضوع انا عم بحكي عن الوورويت شوي اوورويت اوورويت في اول شي شوي فلسفة بالحياة تانيا نرجع يعيد النظر بحياته يعمل بيلان يعمل بيلان صغير هو مبسوط انه ماشي حالو انه علاقاته الاجتماعية علاقاته العاطفية علاقاته شغله او مرتاح نفسيا اذا منه مرتاح نفسيا بكل هول او بعض الاشياء او عنده عم بيمرق بأزمة مادية ساعته او بيشوف حدا بسيكولوج او اسيستانت سوسيال حسب شو بتكون مشكلته بسيكياتر يعني كمان مش عايب واحد يطلب مساعدة حدا تاني اكيد اذا انا متضايقة نفسيا لأ فين روح عند حدا تاني لانه احنا بالنهاية بشر موجودين تنساعد بعض وحتى لو واحد بيعتبر انه هو بيعرف شو مشكلته لأ اوقات كمان اذا يجي شخص تاني يلقي له الضو من غير زاوية بتساعده ويمكن ما كان مفكر بهالنقطة بالذات يرجع يطلق البرسبكتف تابع الحياة تاني مع شخص تاني انا بقول عطول انه الحكيم سنان ولو هو حكيم سنان كتير شاطر بس ما بيقدر يقبع درسه مشبور يروح عند حكيم سنان تاني وهو يقبع له درسه نفس الشيلة اذا انت انا متضايقة اذا انا متضايقة بتروح عند شخص تاني ليش بس إذا نفسيا متضيقين ممنوع نشوف ممنوع نحكي لحدان أو أضرب أصحابنا جيراننا بيقولولنا شد حالك شد حالك ولا وما بدها لقد سكرتني شو بيحط الشخص تاني يعني بسيطواشون فشل أنه أنا ما بسوى شي لأنه أنا ماني قادرة ماني قادرة سكرتني وما أكل سيمبلي هو من الموضوع هيك موضوع أعمق من هيك أكبر من هيك وما في غلط أنا واحد يحكي يطلب مساعدة حتى الجارة أنا أنا بعرف شغلي لما كنت صغيرة كان في بعض بالبنيات إشي اسمه صبحيات كانت الوالدة تعمل صبحية مع الجيران مع النسوين وكلهم هولي كانوا تيرابيدو جروب تيرابيدو يعني كل جارة كل مرأة كل واحدة تبعد جوزة عالشغل الصبح وينظلوا كلهم يجتموا عند واحدة منهم ويبايشون يحكوا يحكوا ساعة ساعتين ثلاثة لا يصير وقت الغضاء يجع الرجال خلينا نروحنا اطلاع كابله يتغضى بس هاتى الساعة ساعتين اللي كانوا ياسمها صبحية مع ركوة القهوة هاتى كانت المرة تفشخل تفطفد لجيراننا ترتاح يصير فيه يشير فيه حكي بينيك يشير فيه حكي يتساعده يعني إذا واحد بده تضعف تكون هيدكي بده تضعف إذا واحد بده تخسر خمس كيلو هيدكي بده عشرة وكل واحدة مشاكلة وكل واحدة تساعد بعضها فهيدا كمانا بمجتمعنا نحن شويفة أدنى ما بق فيه إلا انتقاض ونظرات إنه مش زابطة اليوم إيه يا حرام كيف صايرة بينما بالماضي هيدا كانت الترابي سبونتاني اليوم بدنا نروح ندفع تن تحدا يسمعنا مالوغزنا صاندرا مرسي كتير لأني كنت ضميت لأنا ومرسي كتير على خبرتيك وعلى معلوماتك شانطال صاندرا خبرتنا اليوم إنه المشكلة منت ضايت ومشكلة مش بس حديث العالم فيه بوسبوليتي المشكلة تكون أعمق بكتير من اللي نحن موجودين فيه اليوم بس عم نطلب إنه تشوفي هن التراكمات المعقول وصلوك لمطرح اللي عم نحكي إنه فيه مشكلة سيئة بالنفس أو مشكلة بالكاركتر اللي موجود أو كيف تقوي وتشوف القصص القوية اللي عندك تتاخدي عزم تقدرش ترجع تكفي باللي أنت عايستي من هون بنهي حلقتنا بيتمنى التوفيق لشانطال ولكل الأشخاص اللي عم بتجرب تعمل ضايت ميرسيه ونشوفكن بحلقة الجاي دسواه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة